في موضوع آخر لجأ مواطن ولاية تاميلة إلى التخندق والتنشيط الميداني محليا حيث يعنون أساسا بتهيئة القبور في ظل حالة الفوضى المرتبطة بالدفن إضافة إلى مشاركة في عمليات جماعية وفرضية ضمن عمليات التنظيف والبناء والتهيئة لتحسين مجمعات القبور التغطية لصوفيان باعون تنتجر في ولاية ميلة داخل المقابر ظاهرة الدفن العشوائي للموتى نتيجة الاستغلال السيء للعقار المخصص لذلك وهو ما يجعل مساحات شاسعة لا تضم سوى قبورا تعد على رؤوس الأصابع وإما بدون هوية إلاقل من الدفن العشوائي اللي كان في المقبرة القادمة جزنا فكرة ساعة تنظيم القبور والحمد لله العملية سيئة في طريق المليح كما راكم تشوفوا القيام بعمل مستوى المقبرة الجديدة وبفضل الأخوة المواطنين المحسنين وإن حقنا تقدم الموس غير أن مبادرة محلية في بلدية الرواشد حولت مقبرة أنشئت حديثا إلى رسم هندسي مدروس يتضمن قبورا متوازنة تحترم تحديد هويات الميت وكرامته بعيدا عن تغييب الرقابة بالمقابر حولت أنامل ومبادرة لعمة الناس جماليات ارتسمت بإعطاء الحياة بعدا جماليا وإن تعلق الأمر بأهالين ممن وضعناهم تحت الترابي احتراما لهم وتقديرا لزائرهم